انا عايز اغفر فيه هو انتو مش عارفين تقبضوا على البيت دي ايه يا اخواتها ما احنا لازم نقبض عليهم متلبسين الله هو انتو مش عارفين انهم بيتاجروا في المخدرات ولا ايه عارف ومتأكد ان اخواتها بيتاجروا في المخدرات هي لسه شاكت ومع ذلك كل مرة نكبس عليهم ما نلاقيش حاجة بصراحة يا علاء انا متغازة بالبنت دي قوي صحيح التقي شر من احسنت ايه مش يمكن هي بقت كده نتيجة احساسها بالظلم ولي اتعامل فيها معنى كلامك ده ان كل واحدة جوزها يطلقها لازم تنحرف ما تنسيش يا حبيب تندي واحدة مش متعلمة وظروفها صعبة لا معلش با كنت ممكن اتعاطف معها واعزورها لو رحت اشتغلت شغلانة شريفة طب يا جماعة ما ممكن نغير الموضوع ده اوه مش انت اللي فتحت الموضوع ده او استاذ ولا حسيت بتقنيب الضمير ولا حس بتقنيب ضمير ليه يا علاء لانك شاركت بظلم وردة طب ما انا كمان اتظلمت يا علاء انت عاست برق نفسك وتطلع بابا هو الغلطان واحده وانا غلطت في ياس اتمره انت غلطت غلط كبير قوي كنت مفروض تبقى شجاع من الاول وتقولهم انك هتتجوز وردة مش تروح تضحك عليهم وتتجوزها من وراهم وانت عارف ان بابا ما بيحبش حد يضحك عليهم اختك بتتكلم مظبوط انا شايف ان كل المشاكل اللي بتحصل دي نتيجة تصرفاتك يا فتي وبعدين كل شوية البنت دي تروح تتهم بابا اتهمت فضيعة اه وجوزك وزميله اول ما بتروح تبلغ بيصدقوها على طول يا عمي نصدق ايه ومنصدقش ايه ما انتو كمان كل شوية تتهموها هي واخوتك يعني كنت عايزنا نعمل ايه علاقة يا عمي وبعدين انا عايز افرق انتو ليه ما يبطوش على الود هريدي مش الود ده بقى مضمن روحنا وكباسنا على الشقة وفتشناها وفتشناها هو شخصيا ومانقلناش معا حاجة ان ما انت عارفت المعلومة دي من ايه انت عارفة اخبارهم بالجيلي انا خايف بس تكون لسا بتفكر فيه ايه يعني ايه اصدق اكون لسا بحبها جوازك منها اكبر دليل ان كان فيقصة حب عنيفة سامع سامع جوزك بيقول ايه فيدي جايز عندو حق طب ما اتغيروا الموضوع يا جماعة عن طولي بتقلبوا علي المواجه بقول لك ايه خلينا في المهمة مهمة ايه تاني عايز تقول ايه دلوقتي يا عم علاء انا ما بيتش عارف اشوف شغلي ما بيتش عارف اصفر اجيب خشا بالعكس يا فتح انت تسافر وتروح وتيجو وتشوف شغلك هادي خالص اه وانتو بقى تعودوا كل شوية تفتشوا المركب بتاعتي مش كده يا عم ما تسيب اللي يفتش يفتش انت خايف من ايه ما تنساش يا علاء ان فتحي تاجر واهم حاجة عند التاجر سمعته قولي له وبعدين انا عايز افهم لما الحجل كان مسك الشغلانة ما كانش حد يجرؤ ان يفتش المركب بتاعته ايش معنى يعني لما انا مسكتها لان انت اللي اتجاوزتا وطلقتها مش الحجل